بنصرخ وما زلنا بنصرخ بش بنصرخ بننزف يعني المباشرة هنا طب هولي يعني لا شيء يقال أنا بأتصوري الموقف أكبر من الكلمات فالصرخة هنا ده ده مش مش مباشرة يعني نعم استاذ لديك رأي سلبي بخصوص علاقة المثقفين بالسلطة في مصر هل أنت ضد هذه العلاقة شوفي أنا بأعتقد أن المثقفين العرب ومش المصريين بس يا كان لهم دور سلبي كبير جدا بالنسبة للعالم العربي والإنسان العربي والقضايا العربية بالأسف الشديد فرطوا في أشياء كثيرة أمام مناصب وأمام مكاسب وأمام مصالح يعني ده موضوع يطول لكن حينما تكتب الإدانات سيكون في أول القائمة طبعا الحكام العرب وفي الدرجة الثانية على طول سيأتي المثقفين نعم فاروق جويدة الشاعر قصيدتك الممسرحة لنقل وقصيدتك المغنى أي الأصوات تحب يعني أي الأصوات أقرب لك يعني تطربك وأدت قصائدك بسخاء لنقل يعني غنى لك مثلا الفنان كاظم الساهر ويعني أدى قصائدك مثلا على المسرح الفنان عبدالله غيث وسميح أيوب من منهم يعني أقرب لك أنا حبيت في الوزير العاشق عزة بلبع غنت بإحساس جميل جدا كاظم غنى بغداد بصورة جيدة جيدة يعني هل أعطى القصيدة حقها؟ والله شوفي هو ما كانش على مستوى جرئتي في الطرح هو خد المقاطع هدية مع إن كان فيه مقاطع يعني كان ينبغي إن هي الموقف كان يستدعي لكن هو أختار مقاطع أكثر هدوءا لكن سماية خيصر غنت في عينيك وعنواني اللحانة عبدالوهاب وبعدين كاملها محمد الموجي غنتها كويس لكن أنا عمري ما حطيت حساباتي على الأغنية خالص يعني أنا كنت سعيد جدا بأن أصل بكتابي يعني أنا وصلت بالكتاب من البداية من عشر نسخ بيتباعه عند واحد إلى ملايين النسخ التي بيعت من أعمالي وعشرات الطبعات أنا يعني معتز بهذا الموقف لأن اللي بيروح يشتري كتاب غير ما بيسمع أغنية هل تعتقد استاذ أن فيه أصوات أفسدوا قصائد ما؟ طبعا 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 فيه وبعدين إهمال الشعر لكن فيه أصوات أنا يعني وفيه أصوات أخرجت القصائد من دواوينها للناس بالتأكيد طبعا لكن بعد جيل عبدالوهاب وعبدالحليم الكيرف نزل قوي لكن فيه أصوات كان يبغي أن تغني الشعر يعني أنا رأيي أن من الأصوات اللي أنا بحبها شخصيا محمد عبدو ومحمد عبدو يعني صحيح مطرب كبير ولو معجبين لكن أنا بتصور أن محمد عبدو كان يمكن أن يغني خصائد بصورة جيدة جدا يعني هو غنى لقصائق الجميلة لشعراء كبار بس محدودة أليلة بالنسبة لرصيده لكن أنا بيعجبني محمد عبدو بتابع طبعا حبيت لقصيدة السياب أنشودة المطر بسماعتها بس هو عنده حاجات تانية فيها تجربة جديدة زي الأماكن والقصائد دي طبعا تجربتها مع القصيدة السعودية لكن أنا ما زلت بتصور أن محمد عبدو يستطيع أن يغني القصيدة بصورة جيدة الشاعر فاروق جويدة وقراءك رح نرجع إلى هذا الموضوع بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قراء الشاعر فاروق جويدة الأكثرية هم النساء صح ولا لا وقلت أنا شاعر تحاصره النساء من كل اتجاه لا أنا قرأت لك في حوار أستاذ أنا شاعر تحاصره النساء من كل اتجاه ومن ظهر رؤية ينطلق من أن الحياة هي رجل وامرأة ولكن سؤالي أستاذي هل الشاعر مدينة والمرأة جيش يحاصر مدينة؟ هل هناك فلسفة ما تقف وراء هذه النظرة لنقل؟ شوفي تصوري الحياة بدون المرة بس يعني أنت عندك يعني ساتر كذا افصلي وتصوري الحياة بدون حوار أنا بعتقد المرأة هي الجزء الأكثر تأثيراً صناعة الحياة صناعة أنسوية الحياة نفسها مؤنسة يعني كلمة الحياة والدنيا الاتنين مؤنستين مفهومش لكن أنا محب للمرأة أقولك ليه المرأة دي أمي اللي أول دروس العطاء قد تهاني والأمومة دي ده كنز لا يعرفه إلا الباحثين عن القيمة والجمال وكل شيء حلو في الحياة أنا مرة كنت عند صديق في دولة عربية وكان بيجاوز بينهم وبعدين عزمني في الفرح فأجلت السفري عشان أحضر الفرح وروحت الفرح فلقيت طبعاً الفرح كله رجالة أصبت بخيبة فقلت له تعرف أنا دلوقتي أنا دلوقتي هنا في فصل قلت له تعرف يعني هذا فراخم بيني وبينك يعني يعني شوف أنت يوم عرز ومناسبة جميلة ومأجل سفرك استاذ فرح ومأجل سفري عشان أشوف فالمرأة بالنسبة لي ككائن أنا أستطيع أن أتعامل معها بصورة أفضل أعتقد أنه حينما يخلص هو الأوفى حينما يتحرر يعني ولزيك دي نقطة خلافي مع نظار أنا كنت أرى أن تحرر المرأة في الجزء العلمي أخها أنا لابد أن تتحرر في عقلها طب أستاذ فاروق يعني إحنا عايزين نسألك يعني بيني وبينك وبين المشاهدين بس تزوجت مبكرا مبكرا جدا كيف عشت يعني مع أشعار الحب والنساء وكيف عاشت زوجتك يعني والله أنا يمكن يمكن التركيبة الأول يعني يكيد عانت معكم مع معجباتك يمكن التركيبة الأولة اللي هي دي ساعدت إن أنا دخلت القفص بدري فما خلاص يعني في شيء حسب وبس أنا كمان زوج كويس على فكرة أنا زوج بيتي على فكرة يعني أنا مش اجتماعي قوي يعني كما يبدو أنا ليس ليه في الصعر الكثير وحتى في فترة ما مضت من يعني ما عايش بهمية الشاعر أنا لا أؤمن ببهمية الشاعر على فكرة ولا أحبها أنا رأيي الإبداع عملهم بس هذا جنون يعني شاعر شعراء مجانيين وأطفال أنا أستطيع أن أمرز جنون أنا أؤمن بجنون الفن وليس جنون السلوك لأن أحيانا في ناس بتؤمن بجنون السلوك بضيع عمرهم في كلام فارغ لكن أنا لحد ما في حياتي منضبط ما منكرش أن أنا بس أكيد يعني تعرضت لمواقف من معجبات ومن سيدات بتأكيد طبعا بتأكيد طبعا ده زي أي شاء وعلى فكرة بتكلموا في البيت وزوجتي بترد عليهم كويس جدا وبترحب بيهم ما فيش إطلاقا أي حدود لهذا وبعدين هي كانت ستة عاقلة جدا في هذه النقطة لأنها قدرت تستوعب فعلا هذا الجانب من التقدير واعتبرته شيء من نجاحي بأمانة يعني وأولادك أستاذ وأولادي برضو عندك سلوان وسامح وسامح بس الاثنين بعيدين على الأضواء خالص أسرتي طول عمرها بعيدة عن الأضواء زوجتي لم تظهر للناس إلا في عرس ابني فقط؟ فقط أنت بخبيها؟ لا هي مش بخبيها هي عايزة كده هي عايزة كده هي عايزة كده هي اختارت ومم أن هي في بداياتها كانت فنانة تشكيلية كانت فنانة تشكيلية هي اختارت هذا الطريق بعيدا عن الأضواء هي اختارت أن البيت دلينا نحن هل بوعي منك؟ اطلق لي يعني أن ممكن يعني تخترق هذه الخصوصية خصوصية الشعر وحياتها والله هي فضلت هذا وأنا فضلت حتى أولادي لا يطلعوا في إعلام ولا يطلعوا في حال أطلق مع أن ابنتي بتاع زبيانو ودرس أدب أسباني وابني بيشتغل في إعلام بردو لكن هو أختار وأمسياتك أستاذ بيجو زي الناس ترجمة نانسي قنقر